نفت عائلة القارئ الفلوجي وليد إبراهيم أنباء وفاته في إحدى مستشفيات أربيل مؤكدين أنه يتمتع بصحة جيدة واهتمام رسمي وشعبي شيخ وليد إبراهيم صحة جيدة والحمد لله وشكر ده يستجيب للعلاج وتعدى مرحلة الخطر وكل ذلك بفضل رب العالمين ودعوات المحبين إليه وإن شاء الله نرجو أن خلال هاليومين ثلاثة يتحسن وضعها أكثر وأكثر ويستعي الصحتة ويرجع للبيت إن شاء الله سالم غانم نحن نشكر جميع من تفاعل بالسلب أو بالإيجاب مع قضية الشيخ وصحته الحمد لله رب العالمين يعني صحته ممتازة قبل قليل كان الدكتور هاوير أيضا طمن أكثر عن صحته الصحية عن حالته الصحية إن شاء الله يعني خلال هذا الأسبوع إن شاء الله يعني يخرج من المستشفى الآن الفحوصات مالتها كلها تمام طبعا الحمد لله فهذا شيء بسيط يعني يبقى بس للحاجة التام إنه يبقى هاليومين ثلاثة داخل المستشفى ترجمة نانسي قنقر